بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي المترش عبد المولى بن خليفة بوبكر عن دائرة جلمة سبالة أولاد عسكر ولاية سيدي بوزيد من مواليد 1972 مستوي الثقافي سنة سابعة ثنوي نظام قديم اشتغلت سابقا بالمؤسسة العسكرية والآن مسؤول بشركة خاصة البرنامج الانتخابي إذا كان باش نعدد النقايص الموجودة بالدائرة الانتخابية المترشعة عنها فالوقت غير كافي لذكرها لكني سأكون صوته من لا صوت له صوت الفلاح اللي ينتجه ما يلقاش وين يروج من توجه نهارة لتصبله مطر ما يلقاش كيفاش يتعدى على خاطر ما عندوش طريق منين يوصل للمدينة الفلاح ما عادش يحبي ربي الماشية على خاطر العلف المدعم غالي برشا وما هواش متوفر عنا مشكلة معطلة دائرة بكلها هي مشكلة تسوية الأراضي العقارية ذات السبقة الدولية بحلانها تتحل مشكلة الفلاح والبطال أنا صوت المرأة الكادحة اللي تموت بين الثناية من أجل لقمة عيشها وظروفها القاسية تخرج الخمسة تعصباح تروح عجبات اليالي أنا صوت الزوالية اللي تخرج من البلاهدية مثلا ومن كافة أريف جلمة والسبالة باش تولد ما توصل الاسبطار جلمة والسبالة ما تيجا شيء يعدوها البوزيد تموت في الطريق نحب نطرح سؤال أنا وين المستشفى الجيه هو بجلمة اللي وعدونا بيه اللي ينجم يحل مشكلة الصحة بجلمة والسبالة على حد السواء أنا صوت المواطن اللي قاتلوا العطش في كافة مناطق جلمة والسبالة ونحن نعيش في منطقة منجال الماء أنا صوت الشباب العاطل عن العمل وللزاته ظروف باش يهجر بلاده وتوكلوا له بحور ينزم الدولة تلقع الحلول باش تحد من الظاهرة هذه صحيح أنا ما عنديش الامكانيات اللازمة باش نحقق المطالب هذه لكن أنا باش نكون همزة الوصل بين المواطن والإدارات المعنية هذاك علاش أنا صوت من الله صوت له أنا صوت كنت صوت كنتي صوتكم الكل وبيحضوركم المكثف يوم الاقتراع والتصويت لمرشحكم عبد المولى أبو بكر مع بعضنا نحق ما نطمح إليه إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر